خلال كلامك استشدت بموقف فيتوريا مع سلسل المنتخب المستبعد رأيك ايه في القرار بتاعه ده؟ تبقى المعروف للجميع ان هما يمكن مثلا ايه في التدريبات بتاعت المستبعدين ما كانوش بالجدية المطلوبة انت مع القرار ولا شايف ان فيه تصرع من فيتوريا؟ ده انا مع القرار مع القرار ليه بقى؟ طبعا زي ما انت لازم اللاعب يحترم كلامه ودربه مهما كان وبعدين ده منتخب مصر تمام؟ هو هي الفترة قالك بقى ايه؟ زي ما انت فاهم المواقع قالك دقيقتين مهما وكتابول والجي بي اس طلع له مجرش الكلام ده هو بتاع لا هو تقال له من برة انهم حتى البدل ما تجري بخمسين في المية مهما جيروا بثلاثين في المية ايوه تعرف اللاعب بيبقى متدايق وبيبقى الكلام ده عشان كده في حتة مهمة بالنسبة لنا ايه بقى؟ منتخب مصر مهما لازم يا جماعة يكون فيه اخصائي نفسي رياضي اخصائي نفسي رياضي 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 وليس ايه اخصائي نفسي بتاع الامراضي العصبية وكلام رياضي ايه اهميته؟ ده اهميته مهمة جدا لو بيبعد اللاعب عن الكلام ده بيجلس مع اللاعيبة بيعمل عملية الابعاد بيصلح الشخصية بتاعت اللاعيبة بيتكلم معاه بيفتفت على مستوى العالم على مستوى العالم ده منتخب مصر تمام يعني بكلمك بأمانة لازم النهار ده العايبة زي دي مثلا عنده لعيب عنده الحتة دي التهور أو الكلام زي ما احنا تعالى الكلمة دلوقت دس انت دلوقت من غير المداخلة انا بذكرك عليها مداخلة طبعا احنا اجوره ارجعه اجوره اوكي تمام احنا رجعنا غير الراجل لحالة الطبيعية والدخل ومؤدب والكلام ده طبعا طبعا فاحنا النهار ده المداخلة دي عملنا حتة نفسية صح خلي بالك اشتغلت على الجانب المعنى والنفس وانا لما كان عطانولو دافع وده اللي تعملت معا من تاني يوم ايوه خدت بالك فانت النهار ده المحتاج انت الموضوع ده نهار ده مثلا الامام وطريق حامد او الكلام ده هم محسوا بس ده قرار مدرب يحترم 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 مقتنع بيه طيب بالنسبة للقرار يعني انت لو ما كان فيتوريا كابتن ميم واللعيبة مثلا ما جريتش بجدية قوي في التدريبات هي برضو هي برضو هتستبعدهم هي برضو هي اتخذت برضو امير ان وراء ان فيه حاجة بمعنى ايه يعني معنى ان هو مسلا هو بالنسبة له طبعا فيه النن مبارع ما تيجي تتكلم على حاجة معينة يعني طريق حامد انا اول واحد اللي عبته كور في سموح امان انا جايبه من طلع الجيش والله بمئة وخمسين الف جنيه اه بمئة وخمسين الف جنيه ايه 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 طريق حامد جاء لي سموحها 2010 اه ولما مسكت بعضه طريق حامد من النوعية اللي خلي بالك نوعية جبارة تحدي غير عادي لعيب قوي وعنده اسرار كبير لأ دا كان بينزل يتمرن ثلاث تمرينات لوحده ثلاث تمرينات بعد غير تمرينا لا والله بجد وحياته لدي يعني خلص تمرينا بتاعت الفرقة ويتمرن بالليل في الشقة في بيته يتمرن في بيته اه وتاني يوم الصبح ينزل مع لعيب كان لعيب مهم جدا اسمه جدو ان اترام اه طبعا دا كان لعيب كويس قوي وصوموا لأفهم اه وصوموا لأفهم ياخدوا بعضهم الصبح في نادي سموحة تعرف نادي سموحة لكان فدان اه ويقوموا ياخدوا بعضهم ويجروا في التراك ويربط الحزام عند العرضة ويتمرن ويطلع ياخد الدش بتاعه ويجي في التمرير عادي لعيب عادي جدا بيتمرن زي الوضع الطبيعي عشان كده بقى طريق حامد فطريق حامد عنده دي بصراحة فانا حتى عما استغربت دي بقى الحتة النفسية اللي هم بعد المباراة والكلام ده في برضو حتة معينة المدربين برضو المعينة وطلع حتة ايمان عبدالعزيز لما اخد امام اه ايوة في اللقطة اللي بعد المطش على طول امام كان ايمان كان بيحاول بيحاول انما في لحظة معينة زي ما انت تشوف زي ما المدرب بيتعصب اللعب بيتعصب فلحظة معينة حسنه هم كذا بس لقى المنتخب كسبان فالتبديلات في حدود الرجل هو عامل الاسترازيجية بتاعته اللي عملها وكان ممكن التاتي لعب المطش التاني كان ممكن وارد زي ما هو عامل امبارا